ومن موقع الحريق ينضم لنا من محافظة ميسان بالتحديد عبدالواحد الحميد مراسل العربية عبدالواحد أهلا بك معنا حدثنا عن الإطار من حولك ونحن تابع هذه الصور من ورائك خاصة ما الذي يحدث وما الذي حدث حتى الآن نعم منذ سادسة صباحا من صباح يوم الأربعاء يوم أمس كانت البداية حسب السكان المحليين في جبال العمد كانت البداية في التماس كهربائي في إحدى المزارع ما أدى بوصول الحرائق إلى الجبال الأربعة التي تشايد هنا خلفي طبعا آليات الدفاع المدني مستمرة في عمليات الإطفاء في هذه الجبال الأربعة طبعا الدفاع المدني من محافظة الطائف وكذلك في محافظة بيسان وإضافة إلى ذلك من محافظة الباحة هذه الجبال تقع في منطقة ما بين الباحة وما بين محافظة الطائف بالتالي موقع هذه الجبال هو ما بين هاتين المنطقتين وكما تشاهدون هناك بعض الأدخنة التي تتصاعد من الجبال الموجودة الجبال الأربعة جبال العمد في محافظة بيسان في وادي البردة تحديدا هذا الدخال المتصاعد فقط عبدالواحد قبل العودة هذا الدخال المتصاعد هو بعد أخماد النيران في جبال عمد صحيح؟ أو لازالت هناك؟ لا هناك لكن صورة غير واضحة من هذه المنطقة لأنها بعيدة هناك بعض ألسنة النيران في مناطق متفرقة لكن بعيدة في أعالي الجبال هذه المناطق هي مناطق زراعية لا يوجد فيها بيوت البيوت كما تشاهدون المنازل هي في أسفل الجبال الحرائق لم تقتر من البيوت في الحقيقة لكن إنما بدأت في المزارع وانتشرت في أعالي هذه الجبال الأربعة جبال العمد كما تشاهدون في الصور الأدخنة تتصاعد من هذه الجبال الأربعة هذه الصور صحيح ونتابع حتى عمليات محاولة أخماد هذه النيران وهذا التواجد لكن هل هناك أسباب أولا لإشتعال هذه النيران؟ هل بدأت تتوضح؟ ولو أن الساعات لازلت مبكرة لكن هل بدأت تتوضح أو الترجحات؟ نعم الدفاع المدني لم يذكر سبب بدء الحرائق في هذه المنطقة لكن بعض السكان المحليين في هذه المنطقة يقولون ويؤكدون بأن البداية كانت في التماس كهربائي في أحد المزارع الموجودة هنا بدأ بعدها الحريق في المزرعة ومن ثم انتقل إلى أعالي الجبال طبعا الدفاع المدني ساهم في إيقاف الحرائق بحيث لا تنزل إلى منازل المواطنين في هذه المناطق